السلام عليكم أعزائي إذن كما تلاحظون لازمنا في سرسلة دروس الأعداد الكسرية رأينا في الفيديوهات السابقة الجمع، الطرح، الضرب والقسمة في الأعداد الكسرية واليوم كما وعدتكم هذا فيديو خاص عن طريقة الاختزال كيف أختزل عددا كسريا إذن هنا لدينا بعض الأعداد الكسرية ونريد اختزالها الاختزال يكون على شكلين إما نختزله بقسمته على عدد صغيرة إلى أن نحصل على العدد المختزال إما أن نختزله مرة واحدة على القسم المشترك الأكبر نبدأ بالطريقة الأولى نقول 6 على 18 6 على 18 يجب أن أقسم البسط والمقام على نفس العدد الاختزال هو قسمة البسط والمقام على نفس العدد المخالف للصفر إذن 6 و 18 11 هما عددان زوجيا ونعود لتعرف الأعداد الزوجية الأعداد الزوجية هي مضاعفات 2 الأعداد الزوجية هي مضاعفات 2 هي صيفر 2 أربعة ستة تمانية مضاعفات 2 التي توجد في جدوى الضرب 2 هذه أعداد الزوجية الأعداد الزوجية هي الأعداد التي رقم وحداتها من مضاعفات 2 والعكس الأعداد الفردية هي العكس هي لسة مضاعفات 2 التي هي 1 5 7 إلى آخره إذن بما أن رقم الوحدات هذه العددين قابل للقسمة على إثنان يعني عددان زوجيان ستة وتمانية إذن أقسمه على إثنان ستة على إثنان ثلاثة ثمانية عشر على إثنان تسعة لاحظنا أن 3 و 9 قابلان للقسمة على 3 لأن 3 و 9 توجدان في جدوى الضرب 3 لأن في جدوى الضرب 3 لدينا 3 في 1 3 و3 في 3 9 إذن يمكن أن نقسم يمكن أن نقسم 3 و 9 على 3 أقسم 3 على 3 تسوي 1 و9 على 3 تسوي 3 وهنا حصلنا على العدد المختازل هذا عدد مختازل لا يمكن أن قسمة البسط المقام على أي عدد مشترك بينهم أي قاسم مشترك بينهم مرة أخرى نفس العدد أختزله بطريقة أخرى وهو أن أقسمه على القاسم المشترك الأكبر يعني ما هو أكبر عدد الذي يمكن أن أقسمه عليه 6 و 18 ويعطيني عدد مختازل طبعاً هذا العدد الذي أقسمه عليه الأعداد يجب أن يكون عدداً صحيحاً طبيعياً والعدد الصحيح طبيعي كما قلنا هو عدد ليس فيه فاصلة وليس فيه خط كسر ليس فيه فاصلة وليس فيه خط كسر إذن يمكن قسمة 6 و 18 على 6 لأننا نلاحظ كما قلت الاختزال أو القسمة يجب أن أكون حافظاً لجدوى الضرب عن ظهر قلب عن ظهر قلب إذن 6 و 18 نلاحظ أنهما يوجدان في جدوى الضرب 6 جدوى الضرب 6 لدينا 6 في 1 6 و 6 في 3 18 إذن قسم المشترك هو 6 6 على 6 1 و 18 على 6 ثلاثة تلاحظون أننا حصلنا على نفس النتيجة نفس النتيجة هذه طريقة بطيئة وطريقة سريعة ولكن في الأخير نفس النتيجة كل واحد يختار الطريقة التي تناسبه المهم النتيجة صحيحة مرة أخرى أختزي 6 على 18 بطريقة بسيطة ألاحظ أن 6 و 16 8 و 16 عددان زوجيان إذن العدد الزوجي مباشر أقسمه على 2 لأنه مضعفات 2 8 على 2 4 و 16 على 2 8 ألاحظ أن 4 و 8 عددان زوجيان مرة أخرى إذن أقسمهما على 2 نفس العدد دائما أقسمه على نفس العدد لا يمكن أن أقسم البسط على عدد والمقام على عدد مثلا أقسمه 4 على 3 و 8 على 6 مثلا لا يجب أن أقسم البسط والمقام على نفس العدد الذي يكون عددا صحيحا طبيعيا ومخالف للصفر 4 على 2 2 8 على 2 4 مرة أخرى قابلنا للقصبة على 2 لا أحرج في أن أستعمل طريقة بسيطة وطريقة بطريقة بسيطة المهم النتيجة تكون صحيحة 2 على 2 1 4 على 2 2 على 2 وهذا هو العدد المختزل أؤثره أضع له إطارا أضعه في مستطف إطار الآن سأستعمل طريقة السريعة أنا ألاحظ أن 8 و 16 يوجدان في جدوى الضرب 8 لأن 8 في 1 8 8 في 2 16 فأنا أقسم مباشرة على 8 أقول القاصب المشترك بين 6 و 18 و 16 بين 8 و 16 هو 8 إذن أقسم 8 على 8 تسوي 1 و 16 على 8 تسوي 2 لاحظوا أننا حصلنا على نفس النتيجة سواء الطريقة البطيئة أو الطريقة السريعة نفس النتيجة 1 على 2 1 على 2 إذن أنا أختار بين الطريقة البطيئة والطريقة السريعة المهم النتيجة تكون صحيحة هذا هو المهم مرة أخرى لدينا 9 على 24 ألاحظ أن 9 و 24 توجدان في جدوى الضرب 3 إذن أقسم على 3 لأن 3 في 3 9 يعني 9 على 3 تسوي 3 و 3 في 8 24 يعني 24 على 3 تسوي 8 أنا أكرر أن هذه العملية التي هي الاختزال يجب أن أكون حافظا لجدوى الضرب عن ظهر قلب والنتيجة هي 3 على 8 وهذه النتيجة غير قابلة لاختزال مرة أخرى هي نتيجة نهائية مرة أخرى 9 على 17 يجب أن أختزل على هذا العدد لكي أختزله قد أقسم البسط والمقام على نفس العدد إذن ألاحظ أن 9 و 27 قابلان للقسم على 3 دائما نفس العدد ضروري نفس العدد على 3 على 3 9 على 3 3 لأن 3 في 3 9 و 27 على 3 9 لأن 9 في 3 27 نلاحظ أنهما لا زال قابل الاختزال على 3 إذن أقول 3 على 3 1 و 9 على 3 3 لأن 1 في 3 3 3 في 3 9 النتيجة النهائية هي 1 على 3 هذه الطريقة البطيرة الآن طريقة السريعة هي 9 على 27 الذي يكون حافظة لجدوى الضرب عن ظهر قلب كما قلنا يلاحظ أن 9 والعدد 9 والعدد 27 يوجدان في جدوى الضرب 9 إذن أقول أن 9 في 1 9 9 في 3 27 إذن أقسم البسط والمقام على 9 مرة واحدة القاسم المشترك الأكبر 9 على 9 1 27 على 9 3 وهذه هي النتيجة ونلاحظ مرة أخرى أن سواء بالطريقة البطيئة أو السريعة حصلنا على نفس النتيجة المهم النتيجة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر